بس انا واقف شوية عند بيرامدز عشان طبعا الكلام هيكتر بعد خسارة بطولة جديدة النهاردة لازم نتكلم شوية عن بيرامدز بص بيرامدز منذ تأسيس النادي منذ اول عام من تأسيس النادي هدفه بطولة منذ اول عام يعني ايه يعني دايما الفرق اللي تؤسس بشكل حديث حديثة العقد يعني يقول لك والله انا عايز خمس ست سبع تمن تسع عشر سنين اعبال ما ابدأ اقول انا هبدأ انافس على بطولات او ااخد بطولات يعني ممكن انافس بس ما قدرش ااخد بطولة دلوقتي بس بيرامدز من اول يوم هو فريق اتكون عشان ياخد بطولات وتعاني الكلم الاول على الايجابيات يعني مش لازم نخش في السلبيات على طول عشان دايما الفريق اللي بيبقى خسران تمسك في سلبياته وتسيب ايجابياته بيرامدز عمل حاجة في القرط القدم المصرية كان يتقابل بيرامدز غايبة عاملنا شوية لو تفتكروها ايه هي احنا عشنا كام سنة كده لما الاسماعيلي بتاعد عن المنافسة لما المصر بتاعد عن المنافسة لما الاتحاد بتاعد عن المنافسة لما الفريق الجماهرية الكبيرة دي بتاعد عن المنافسة كنا بنشوف دايما الاهلي والزمالك في مكان في الدوري من نفسه بعض والباقي كله تحت بفرق النقاط كبيرة جدا فلما بيرامدز دخل بدأ يسري المنافسة في الدوري المصري بدأت الامور تتحس بدأ نحب نشوف مباراة للأهلي بيرامدز بدأ نحب نشوف مباراة للأهلي للزمالك وبيرامدز بدأ نحب نشوف بيرامدز في نهاية كاس مصر وينفس على البطولة نشوفه في السوبر المصري فبدأ يعمل حالة جيدة لين احنا كمشاهدين ممتعة سيبك انا دلوقتي مش اكلمك في كرسة جماهرية ومش جماهرية والكلام ده كله بس كفريق استفدنا منه في كرة القدرة المصرية أو كمشاهدات نحب طبعا كل الأندية اللي في مصر تبقى عندية جماهرية ده واحد يعني بيرامدز الكرة المصرية استفادت منه طيب احنا استفدنا كمشاهدين ومتابعين لكن بيرامدز لحالة دلوقتي ما استفادش يعني ايه بيرامدز على مدار خمس ست سنين اللي فاته صارف فلوس كتيرة جدا وجاب لعيبة كتيرة جدا ولعيبة مهمة جدا ومش هبالغ ولا هأفور ولا هقول كلام كده في الهوى لو قلتلك انه بيرامدز عنده افضل عمك تشكيل في كارة افراك يعني ايه عمك تشكيل يعني عنده في كل مركز عناصر مهمة جدا في كل مركز عناصر مهمة جدا وفي المركز الواحد في عناصر او ثلاثة مهمين جدا وديك مثال عشان برضو ايه تمام معايا في مركز المدافع علي جبر لعب دولي بيروح منتخب مصر احمد سامي لعب دولي بيروح منتخب مصر وسامة جلال لعب دولي بيروح منتخب مصر محمود مرعي كان متقلق جدا مع مدنفوتشر السنين اللي فاته كان بيروح منتخب مصر تعالى على اليمين الشيبي احسن زهير ايمن في مصر مع محمد هاني تمام ناحية الشمال محمد حمدي اساسي منتخب مصر مع روي فيتوريا واحسن زهير ايصر في مصر مع احمد فتوح كمصريين طبعا معهم علي معلول في الدولة المصري هتلاقي معاه مع ناحية الشمال هتلاقي كريم حافظ هتلاقي ناحية اليمين مع الشيبي في احمد توفيه واحمد فتحي تعالى بقى في نص الملعب هتلاقي مين واليد الكارتي هتلاقي بلاتة توريه هتلاقي محمد ريضة بوبو هتلاقي مهند لاشين بقولك أسماء دولية وأسماء متقلقة جدا في كرة القضب المصري تمام تعال خشي بقى على الحتة اللي قدام واحدث ولا حرك زيان بيقولوا يعني هتلاقي بقى مين عبدالله السعيد رمضان صبحي مصطفى فتحي إبراهيم عادل هتلاقي اللي يجي على زاكرتي يعني فيستون مايلي هتلاقي فخي لقاي تلاقي دول الجباس كل دول لعبوا دولي كلهم فإيه فإيه إيه اللي ناقص بيرامدز عشان ياخد بطولة أقولك أقولك هل مشكلة بيرامدز إنه ما عندوش جماهير آه هل بيرامدز عنده جماهير زي بعض اللي عيبة بيرامدز إيهله قبل المباراة نحمل ثانين جماهير ما أنت ما عندكش جماهير ودي مش حاجة عيب يا أمت عبكش ما أنت لسه متأسس ومتأسس فين أنت متأسس في محافظة القاهرة اللي هي فيها مين فيها الزمالك وفيها الأهلي يعني اللي في القاهرة دول على الأهل يعني بيشجعه الأهلي والزمالك طبعا خارج القاهرة كله يعني الناس كثيرة بتشجعه الأهلي والزمالك برضه بس على سبيل المثال مصر المخاصة مثلا لما كان موجود في الدورة المصري عشان هو كان من الفيوم فكنت هتلاقي جماهير الفيوم بتشجعه حتى لو هو نادي خاص هو نادي خاص نادي الشركات برضه بس عشان هو من الفيوم فجميل الفيوم تشجعوا لكن انت قولي دي كمان من القاهرة فانت صعب تلاقي الجمهور من يوم وليلة طب ام تبقى عنده الجمهور بعد عدد سنوات طويلة تبدأ بقى فيها تاخد بطولات وتبدأ الشباب الصغير الأطفال اللي لسه مولودين يعني ولسه يبدأوا يشوفوا كرة جديدة فيبدأوا يشوفوا فتبدأ تعمل جماهرية نفس الامر بالمناسبة على فريق مودرن فيوتشار نفس الامر على سيراميك وليباترا لو انت عايز جماهير النهاردة يبقى انت اكيد مش فهم التفاصيل او تفاصيل الكرة عشان تجيب جماهير لازم تمتع لازم تاخد بطولات فتبدأ الشباب الصغير لسه بيبدأوا يفرع على الكرة فهم داخلين كده يقولك ايه والله لا انا هشجع بيرامدز عشان لما شفته بيلعب الاهلي والزمالك كسبهم والله انا هشجع مودرن فيوتشار عشان راح خد بطولة من الاهلي ولا الزمالك الشباب الصغير لكن يد عديل الوقت بس انا واحد عنده عشرين خمسة وعشرين سنة تقوله ايه ما تشجعني انا كويس انا بيرامدز لا مش هيحصل انا بشاجع على الوزبالك طبيعي يعني فلسه بحتاج تبني كتير او فمن فاش النهاردة تقول ايه انا عندي جماهير هتجي منين الجماهير مش فاجأة يعني مش منطق طيب